حديث رؤية المولى عز وجل من ضمن الأحاديث الطويلة التي رواها الإمام البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع التواغيط وتبقى هذه الأمة يعني أمة المؤمنين بقى كل واحد يتبع من كان يتبعه إلى جهنم كويس؟ يوم القيامة وتبقى هذه الأمة هي الأمم التي آمنت بالأنبياء تدخل فيها أمة النبي وسائل الأمم للأنبياء السابقين وفيها منافقوها لأن خد بالك المنافقين أظهروا الإسلام فعملوا معاملة الإسلام في الظاهر لكن ربنا يعلم بواطنهم فهيبقى الأمة دي موجودة وفوستها برضو المنافقين زي ما كانوا فوستهم في الدنيا فهمت؟ وتبقى هذه الأمة اللي هي أمة التوحيد التابعة لكل نبي فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقولوا أنا ربكم يعني يحصل تجلي يأتيهم يعني إيه مش ربنا تحرك وجلهم ربنا لا يتحرك لأن الحركة دي إيه الحركة دي سمة الأجسام والله ليس بجسم يبقى يأتيهم يعني يتجلى عليه بصفة الرؤية فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه يعني ربنا يتجلى عليهم في تجلي ينكرون يقولوا لا مش ربنا التجلي دا مش هو دا ربنا فانعرفش ربنا بالتجلي دا معين هو ربنا له تجليات كثيرة فيهمت بقى بس يتجلى عليهم تجلي تجلي اختبار في الأول يقولوا لا نعوذ بالله منك نحن هنا حتى يأتينا ربنا فيقوم يأتيهم في تجلي آخر يعرفوه يقولوا آه أنت ربنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى تجلياته لا تنتهي فهمت بقى ازاي فقد يتجلى تجلي لا يدركه حتى المؤمنين نفسهم لأن التجلي ايه مخلوق والمتجلي قديم التجلي قيد والمتجلي لا يتقيد فهمت ازاي فيأتيهم في حالة تجلي ينكرونها يعني ما يعرفوش لأن الله سبحانه وتعالى له أسماء لا نعلمها شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اللهم اني اسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى ربنا له اسماء استأثرة به في علم الغيب واسماء الله لها تجليات كل اسم له تجلي فممكن يتجلى عليهم باسم من اسمائه التي اخفاها فينكرونها فهمت بقى ازاي علشان كده ايه يقول لك يأتيهم ربط اي بتجل من تجليات اسماء التي اخفاها عليهم فاقولون نعوذ بالله منك انت لست ربنا فهمت بقى فيأتيهم الله عز وجل فيقول انا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه عرفنا من خلال اسمائه وصفاته اللي هو اخبراني بها لكن هل هو اخبرنا بكل اسمائه اخبرنا بكل صفاته فيأتيهم الله عز وجل فيقولوا انا ربكم فيقولون انت ربنا يأتيهم بتجلي موافقا لأسماء التي عرفوها وصفاته التي عرف اياه فقولوا اه انت ربك كويس فيقولون انت ربنا فيدعوهم فيضربوا السراط بين ظهراني جهنم السراط ده الطريق الوحيد للجنة وتلاقيه على ظهر جهنم يعني تحتي جهنم ربنا ينجينا هو ده الطريق ايه للجنة السراط ده سعته وسهلته نوره على قدر عملك وعلى قدر ايمانك فكلما قل العمل ايه صار السراط ضيق وكلما انقطع العمل صار السراط ايه غير مضيق ما فيوش نور ولو كان العمل متقطع العبادة متقطعة النور ينور ويتفي ينور ويتفي ينور ويتفي فيهم تبقى ازاي عشان كده خد بالك ان الدائم في عبادته نوره دائم عشان كده الاية بتقول ايه ربنا اتمم لنا نورانا لما المسلمين يشوفوا الناس ومع السراط نورهم انقطع يقولوا ايه ربنا اتمم لنا نورانا واغفر لنا فعشان كده بيقولك ايه فيضرب السراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته شايف النبي بيقول نحن لإيه الآخرون السابقون إحنا آخر الأمم لكن نسبق كل الأمم ببركة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأول من يعبر السراط من الرسل بأمته هو الحبيب ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل الكل مندهش الكل خائف الكل على حذر والرسل لما بيتكلمه بيقوله كلمة واحدة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم